السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا مرة أخرى وإياكم بقينا بحالة الأخيرة اللي هي للسيرفر أنت راح تفكر أنت هسد تنقل على شكل بايتات جميل جداً أنت نقلت أول مجموعة بس أنت تحتاج أنه تقرأها سطر سطر يعني ممكن تكتب السطور تكون طويلة لما خلصت السطر الأول تحتاج السطر الثاني السطر الثالث الرابع الخامس السادس صح إذن في هذه الحالة أنت تحتاج واحد واحد تقرأ فلو عملنا System Out لو عملنا System Out مثلاً فلنا أفرض أو مو System Out عفواً ممكن أنه إحنا شو نعمل؟ إحنا ممكن نعمل Out.Write ويبدأ في الكتابة وOut خلي نقول In Read والOutWrite يعني ممكن نعمل In.Read وممكن أيضاً نعمل Out.Write أوكي Out.Write لكن أنت هذا راح يقرأ سطر واحد فقط أنت تريد أكثر من سطر أكيد عرفت الفكرة مالتي إنه إحنا نحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى Loop في حالة إذا أنت عندك الريد متوفر في حالة إذا كان البيتات أكبر من صفر أقرأ إذا أقل لا تقرأ زين في هذه الحالة أنا ممكن أستخدم For وأستخدم F داخلها بس لو أفكر شوية أنا عندي While While أيضاً شرطية جميل جداً فبهال حالة أنا هحتاج أعمل شنو؟ أعتاج ال Wild يحتاج إلى متغير هل المتغير أنت تعرفها فإذا أنا أجي أعمل Init مثلاً Init i Init i بعد ذلك تجي تكتب ال Wild جميل جداً زين ال Condition الشرط اللي يكون في داخل Wild شنو هو؟ هتطلب من Wild طبعاً هاي الطريقة عائدة صرف لل I-O Input Output File ليست عائلة لل Networking أوكي؟ إنت ال Networking بنتها بعد خلاص هسا إحنا دا نحكي في I-O مفروض هذا الشي familiar إلك مفروض هذا الشيء هو مشابه يعني تعرف إنه هذا الشيء موجود زين، شنو الأشياء اللي أنا أعملها؟ أكيد أنتو تذكرون الدرس هذا في Java Advanced إنه أجي أذكر إنه أقول لل I حيساوي أنا شا أحتاج؟ أحتاج إقراها سطر سطر، من هو رح يقرأ إياها؟ إن إن هو يستلب، صح؟ إذن أحتاج إنه هو ال N يقراها سطر سطر، في هذا الحال أجوه يقول له N. إقراها سطر سطر read لما يقراها ال N read، طبعاً ما أستخدم أي نوع؟ أستخدم ال read فارغة، لأن هذا ال read الفارغة هي تتعامل مع ال integer لاحظ، إنت هنا تتعامل مع ال integer، إذن ال read ال function ما أتك، أيضاً لازم يكون integer إذن ال read، حيكون على أساس شنو؟ حيكون على أساس الكاستنج للbyte byte، أوكي كاستنج للbyte، جميل جداً بعد ذلك، إنت إشتحتاج؟ زين، هسا إحنا أين buenoيelinك أسوس على أساس التخل، أو علي إما يجب أن يكون جداً أكبر من the list هذا هو الشارت، إذا SAN السابق إذا الشارت، الأول سيساوي لك ال N بايت اللي احنا نتعام إليها B، صح؟ إنست للب سيتقراها بـ هذه الصورة بهذا الشكل فخلونا نشوف هنا احنا ايضاً يحتاج try surround with try احنا ال in جميل جداً اذا انجلنا احنا ال i هسا نحن المشكلة ال i هيساوي لك ال in read كإنتجر عليها اساس على اساس ال bytes اللي موجودة هنا جميل اللي سميناها ال array multi b وعلى ان يكون اكبر من صفر بعد ذلك اشي راح اعمل بعد ما يقراها لازم احضر شخص اخر يبدأ بالكتابة ففي هذا الحال اعمل out اللي هو out stream اللي هيبعث هيكون write هذا ال write هيكون على اساس ال bytes لان هو اصلاً يقراها كنتجر صح لكن على شكل bytes فاذا سيكون فيها byte ال byte من هو ال b على نفس الاسس يقراها بهذا الشكل اذا نكتبها بهذا الشكل هذا واحد اثنين ال offset بين كل جملة وجملة هتكون صفر الطول على يا اساس يعتمد الطول يعتمد على اساس ال i ان هو يقراها سطر سطر جميل جداً بعد ذلك اشي احتاج اخرج من هذا طبعاً هذا يقول ال out احتاج ال in أيضاً أعمل له Close واحتاج Socket أيضاً أعمل له Close واحتاج أيضاً Server Socket أعمل له Close بها الحالة أنا كملت مبروك زين خلونا نشوف الوقت نوقف وانتقل لل FTP Client مع السلامة